الآن الحديث عن ما هي العلامات التحذيرية لنقص كريات الدم البيضاء وعن نتحدث أكثر مع دكتور علي السويل مين أخصائي أمراض الدم والأورام أهلا وسهلا دكتور علي أهلا وسهلا فيك صباح الورد أهلا شرفت في البداية يعني إحنا اليوم بدنا نتحدث ربما أكثر عن ماذا نعني بجهاز المناعة في الجسم وكيف هذا الجهاز ممكن يؤثر عليه نقص كريات الدم البيضاء المقصود بجهاز المناعة هي الخلايا التي تقوم بحماية الجسم من الأجسام الغريبة التي تدخل إلى هذا الجسم سواء كانت من فيروسات أو بكتيريا أو طفليات أو أي جسم غريب وأيضا إلو مهمة أنه يتخلص من الخلايا المتحولة فهي المقصود بجهاز المناعة نعم اليوم إذا بدنا نقول أنه نقص عدد أو نقص كريات الدم البيضاء في الجسم يؤدي إلى مشاكل في جهاز المناعة يؤدي إلى ربما يعني بصير جهاز المناعة متحفظ أكثر للدفاع عن نفسه أكيد أكيد هي المسؤولة عن المناعة هي كريات الدم البيضاء نعم كريات الدم البيضاء بأنواعها الخمسة المعروفة هي عددها الطبيعي من أربع آلاف بالليتر إلى 11 ألف بالمايكرو ليتر ونعتبر أنه نقص مناعة إذا كانت تحت 3500 هي طبعا مسؤولة عن المناعة بشكل عام الكريات الدم البيضاء الشقين الرئيسيين المسؤولين في كريات الدم البيضاء اللي هي الخلايا بنسميها المتعادلة نيتروفيلز أو الخلايا الأخرى اللي هي اللينفاوية نعم سواء كانت T-cells أو B-cells هاي بشكل عام هذول الخليتين المسؤولين عن المناعة بشكل عام نعم هناك أسباب تؤدي إلى نقص كريات الدم البيضاء فما هي؟ أهم أسباب التي تؤدي إلى نقص كريات الدم البيضاء اللي هي الالتهابات نفسها الالتهابات سواء الفيروسيز أهم شيء الجل الأعظم من الالتهابات الفيروسية الالتهابات البكتيرية بعض الالتهابات البكتيرية مثلا قديما كان السل تي بي بنسميه نعم كان نزل مناعة بعض الالتهابات البكتيرية ونقص التغذية سوء التغذية سوء التغذية مهم للحفاظ على جهاز المناعة نعم دكتور علي ما هي العلامات التحذيرية العامة لنقص كريات الدم البيضاء احنا بالنسبة اننا كأطباء مهم جدا عندنا اللي هي الالتهابات المتكررة والمتقاربة تمام في اي جهاز بالجسم بس بشرط انها تكون متكررة ومتقاربة بالمدة مش اي التهاب بالفتنة انه انتبه لجهاز المناعة اذا كانت متكررة ومتقاربة نعم او الشقة الاخر انها صعبة العلاج يعني احنا بنتوقع مثلا التهاب لوزتين انه يومين ثلاث ايام تحسن لا عم يستمر مثلا لا سبوع او بعض الالتهابات الغريبة مثلا كالفطريات نشوفها مثلا في الفم او في اللسان او على الجلد مثلا هاي ممكن تأدي الهزال وبشكل عام الصحة العامة للشخص ارتفاع درجات الحرارة الغير مبررة ممكن يعطينا انطباع انه انتبه لجهاز المناعة نعم ولكن يعني مثلا تقرحات الفموية عدم التآم الجروح هل هذه ايضا من العلامات التحذيرية لنقص كليات دمتك التقرحات الفموية هي بشكل عام اي تقرح فموية لا ما بعطيني انا انطباع انه في مشكلة بالمناعة الا بحالة واحدة اذا كان متعدد ومتكرر ومتقارب يعني عنده اربع خمس تقرحات وعم بيسيروا يتكرروا لي اكثر من مرة ممكن يلفت انتباهي اما اي تقرح بسيط لا ما بعطيني يعني مش دلالة على انه في مشكلة بالمناعة نعم ولكن متى يجب ان ازور الطبيب؟ بالحالتين هذول اذا كان فيه التهابات متكررة وغير مبررة غير معروف السبب مثلا ومتقاربة بفترات متقاربة نعم ولكن هل هو كشف مبكر لهذا المرض؟ ما نعتبر انه هو كشف مبكر نعتبر انه عند مراجعة الطبيب نعمل احنا فحص اللي هو تعداد كريات الدم البيضاء بانواحها نعم وباقسامها فبعطينا انطباع نعم دكتور حلي هناك امراض تنجب عن يعني شو بسموها النقص في نسبة الكريات البيضاء ما هي الامراض اللي ممكن ان يصاب فيها الشخص لنقص الكريات؟ هي مثلا الاتهابات بالجهاء مسالك التنفسية العلية أو بالرئتين أو الاتهابات بالمسالك البولية نعم أو التقارحات الفموية المتكررة مثلا أو الاتهابات بالجلد مثلا هذه الاتهابات الغريبة الطابع وغريبة التعامل معها مع الالاجات أيضا ممكن تكون يعني هي أسباب نقص المناع نعم ولكن ربما تحدثنا عن مثالين مثلا لوزتين بسن صغير على طول الطبيب بنصح بإزالتهم للأطفال عشان ما يصير عندهم الاتهابات متكررة صح؟ هي الاتهاب المتكرر للأوزتين باعتمد على أنه سبب حلاء السبب ممكن يكون نسميه لوكل يعني موضعي مشكلة بنفس المكان تمام مثلا مشاكل بالجيوب الأنفية ومحاولين منطقة اللوزتين أو مشكلة بالمناعة مثلا هذا شيء مختلف تعيصار تعامل معها بطريقة مختلفة ولكن متى الطباء الأنفذن وحنجة رعفن أنا أسأل لا تفضل بنصحوا بإزالت اللوزتين إذا كان السبب موضعي تمام ومتكرر وعامل إعاقة للطفل أها ولكن مثلا بحالة أخرى حضرتك ذكرتها اللي هو الالتهاب البولي اللي هو عادة مش للصغار بيجي للكبار معظم الوقت ولكن برضو ممكن يكون إلو أكتر من سبب مش معناته سبب نقص كوريا لا طبعا لا نعم نحن ما بنشوك بنقص المناعة إلا بالحالتين اللي حكيتهم متكرر نعم ومتقارب ومتقارب تمام إذن هناك فحصات مستخدمة لتشخيص نقص كريات الدم البيضاء هو الفحص الرئيسي هو تعداد الدم اللي نطلبه إحنا هو عدد كريات الدم البيضاء بأنواعها نعم هلأ الأنواع مهمة إحنا إنه الشغلة بتخصنا الأطباء بس مش غلط نحكي عنها بموجز إنه إحنا بالنسبة إنا في الخلايا اللي هي المتعادلة النوتروفلز بنسميها هي اللي مباشرة بتهجم على أي جسم غريب دخل على دمنا وبتعطي تحفيز لخلايا الثانية إنه في جسم غريب أنا عم بهاجمه وأنتو تعالوا ساعدوني إنه هاجموا معي نعم فيعني هي معقد جهاز المناعة حقيقة يعني بده محاضرات لشرفه أكيد أكيد بس بطريقة بسيطة هو مسؤول عن منع أي جسم غريب يدخل لأجسامنا نعم بالنهاية وبآخر دقيقة دكتور حبيب نسمع من حضرتك كيف ممكن أن يكون هناك وقاية من الإصابة بنقص كريات الدم البيضاء من أهم إشي التغذية الصحيحة والتغذية الصحيحة أنا بقصد فيها الفيتامينات المهمة للمناعة إيش هي؟ اللي هي مثلا فيتامين سي نعم جداً مهم طيب نعرفه بالحمضيات من الأقي وبالفلفل الأخضر وفيتامين دال فيتامين دال بالعبدون الرئيسي بالمناعة وكلنا بنعرف إنه موجود بمشتقات الألبان فيه معدن اللي هو الزنك مهم للمناعة حقيقة وهذا المعدن موجود بالأسماك واللحوم الحمراء والبيض وكثير من المكسرات الرياضة الصحية طبعاً حقيقة أنت لعب دور بمناعة وفيه إشي مهم بلعب بالمناعة دور اللي هو النوم الصحي healthy يعني sleep النوم بساعات كافية للجسم حقيقة بحفز المناعة وأخيراً يعني فيه دراسات إنه النفسية بلعب دور نعم يعني شاكرين جداً لوجودك معنا أنا وأهلا وسهلا فيك لا أهلا وسهلا فيك